اشتركوا في القناة بكم في برنامجكم دلائل النبوة في الطب لنعلم جميعا أولا أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وأن الشفاء بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الداء وخلق الدواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنا أسأل أرقيق برقية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر السقمة الحديث روى البخاري فالشافي هو الله سبحانه وتعالى ونبينا أمرنا عليه وعلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالأسباب عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعت فجاء الأعراب منها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا تداوى؟ قال تداوى فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم الحديث روى الترمزي وابن ماجة وأبو داود والله ظله فنبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتداوى وأن نأخذ بالأسباب ومن ضمن الأسباب أن إنسان يضع الله سبحانه وتعالى من ضمن الأسباب الشفاء الدعاء أن إنسان يضع الله سبحانه وتعالى أن يشفي من ضمن الأسباب أن إنسان يذهب إلى الطبيب ويأخذ الدواء من ضمن الأسباب أن الإنسان المسلم يتداوى بالطب النبوي فالطب النبوي ينقسم إلى شقين شق طب نبوي وقائي وطب نبوي علاجي طب نبوي وقائي أمور أمرنا بها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام إذا فعلها الإنسان تكون سبب في الوقاية من بعض الأمر من بعض الأمراض على سبيل المثال لا على سبيل الحصر قال الله سبحانه وتعالى وَكُلْ وَاشِرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا الإسراف هو تجاوز الحد وقال الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن المقدام ابن معدي رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شر من بط بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه الحديث رواه الترمزي وصحه الشيخ الألباني فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن الإنسان لا يسرف في الطعام والشراب ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا أن الإنسان عندما يأكل يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بأن الإنسان لا يسرف في نوع معين من الطعام لأن الإسراف في نوع معين من الطعام يعني الإنسان المسلم إذا أصرف وليكن في أنواع من الطعام فيها نوع معين من الطعام مثل البروتين يزيد عنده النقرص الإنسان لو أصرف في أشياء بها نسبة الأملاح مرتفعة يرتفع عنده ترتفع عنده الأملاح الإنسان إذا أصرف أكلات فيها نسبة الدهون مرتفعة يزيد عنده الدهون الثلاثية منخفضة الكسافة الضرة فأولا إن الإنسان لا يسرف في نوع معين من الطعام أو في أنواع معينة من الطعام لا يسرف في هذه الأنواع ثانيا أن الإنسان إذا شبع يعني إذا امتلأت بطنه زاد وزنه فمنظمة الصحة العالمية اعتبرت أن السمنة مرض لأن الإنسان عندما يأكل أكل بزيادة هذا الأكل يؤدي إلى السمنة والسمنة الآن مرض تسبب ترفع الضغط وترفع السكر والسمنة أصبحت تؤدي إلى الأمراض فأولا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نأكل كثيرا ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا أن إذا الإنسان أكل أن يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذا من باب الطب النبوي الوقائي وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحص ندخل على الطب وهذا موضوعنا يعني ندخل على دلائل النبوة في الطب ندخل على الطب النبوي الطب النبوي العلاجي أمور أمرنا الله بها سبحانه وتعالى وأمرنا بها نبينا عليه أفضل صلى الله عليه وسلم في التداول وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر